ولكن نشير إلى هذا الخبر العاجل حيث تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالا هاتفيا من أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي في إطار التشاور المستمر بشأن التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط والمساعي لسرعة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في جزة ولبنان ووقف التصعيد في المنطقة وصرح سفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تناولا بشكل مفصل الجهود الراهنة للتواصل لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في غزة وقد شدد الوزير عبد العاطي من جانبه على رفض مصر القاطع وإدانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة إنفاذ المساعدات الإنسانية ومنع وكلة الأونروا من الإطلاع بدورها وأتد على أهمية العمل على تمكين السلطة الفلسطينية وضرورة التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية تمهيدا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية كما استعرض الوزيرين تطورات الأوضاع في لبنان حيث تبدل الرؤى حول المستجدات السياسية والميدانية في لبنان حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وإقرار التهدئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي تمر بها لبنان كما استعرض الجهود المصرية الرامية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان حيث أكده على أهمية أن يتم انتخاب رئيس للبنان بتوافق لبناني ودون إملاءات خارجية وأهمية دعم المؤسسات اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني مشددا على ضرورة احترام السيادة اللبنانية ووحدة وسلامة أراضيها وأدان السيد وزير الخارجية في هذا الصياق توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية واستهداف الجيش الإسرائيلي لقوات اليونيفل في انتهاك للسيادة اللبنانية والقانون الدولي من جانب آخر استعرض الوزيران أيضا التطورات الخطيرة في السودان والجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية حيث جدد السيد وزير الخارجية التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة كما أثار الوزير عبد العاطي مع نظيره الأمريكي قضية الأمن المائي المصري مؤكدا على أنها قضية وجودية بالنسبة لمصر مشددا على أن مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي وهمية أن يكون نهر النيل شريانا للتعاون بين دول حوض النيل وليس سببا للصراع أو التوتر وذلك من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي من شأنها تهديد الاستقرار الأقليمي